بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بريب 3 تعالوا نكمل كلامنا سوى في يونت 3 ونعرف معلومات أكتر عن السولر سيستم بتاعنا واليونيفيرس بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشيروا كومنت على الفيديو وتنضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام كل اللينكات حتلاقوها موجودة في الديسكريبشن بوكس سندوا الوصف تحت الفيديو يلا نكمل كلامنا في بارت 3 من يونت 3 احنا كنا حكينا المرة اللي فاتت عن الوريجين أو في يونيفيرس اللي هو البيج بانج وقلنا دي الثيوري الوحيدة اللي حندرسها اللي بتحكي لنا ازاي اليونيفيرس وكله على بعضه اتعامل النهاردة حنتكلم عن ثري سيوري بس اوعى تطلقبت الثيوريز دي ما لهاش علاقة باليونيفيرس وكله هي ليها علاقة بس بالسولر سيستم بتاعنا هي مش هتتكلم كل الجالاكسيز اتعاملت ازاي هي هتتكلم عن الصند والأيت بلانتس بتاعنا بس اتخلقوا ازاي اول حاجة لازم نعرف عن الثيوريز دي كل واحد فيهم اسم الثيوري والساينتست وحاجة اسمها الأسامبر اسم الثيوري مايشي فاهمينها واسم الثيوري مايشي برضو يعني ايه بقى أسامبشن يعني الفرضية او الحاجة اللي الراجل ده حكى فيها الحدوتة كلها يعني انا حديك تايتل كده احكيلك عنه وبعدين احكيلك بقى الراغي اللي حصل جوا اهو الأسامبشن ده اللي هو التايتل ده تأهم ما حاجة لازم تتحفظ اللي تحتها اللي هو الراغي اللي بنقول عليه ده ده حنفهمه كويس جد وممكن يجي لنا فيه أسئلة في الجيف ريزون وممكن يجي لنا فيه أسئلة في الكمبليت والوات هابن لكن مش هيقولك احكيلي الثيوري لكن هيقولك قل لي الأسامبشن فلازم الأسامبشن تتحفظ كويسة أول ثيوري معنا اسمها النوبيلر الثيوري الساينتست اللي عملها كان ساينتست فرنش كده كان راجل فرنساوي اسمه لابلاس تاني ثيوري اسمها كروسينج ستار ثيوري الساينتست اللي عملوها اسموهم شامبرلين ومالتون تالت ثيوري المودرن ثيوري والساينتست اسمه فريد هولي وممكن تلاقيها في كتب لأن كانت موجودة زمان في كتاب الوزارة باسم ألفريد هال فلو لقيتها فريد هولي أو ألفريد هال اللي اتنين تمام يعني اسم الراجل ما اختلفش كتير ده زي يوسف وجوزف ما فلاقيتش كتير يعني طيعو تعالوا نشوف بقى كده كل ثيوري ونفهم عنها أكده الثيوري الأولانية اللي هي النوبيلر ثيوري الراجل كده في حاجات لازم نعرفها عنه الراجل حكى الثيوري بتاعته دي ونشرها تحت عنوان وورلد أوردر بيجي لنا ده في الكمبليت طائم والثيوري بتاعته دي بناها على إيه؟ بناها على فكرتين هو شافهم بعينه إحنا زي ما اتفقنا من أول الليسون ده إن أنا كل اللي إحنا بنقوله ده ثيوري يعني افتراضات ما كانش حد موجود علشان يحكي لنا بالزبط إيه اللي حصل بس علشان أنا شفت كذا وشفت كذا فقلت آه يبقى حصل زمان كده هيا دي نفس الفكر الراجل لابلاز ده شايف عاجات في اللي سبيس شبه النوبيلة ميسيا يعني إيه نوبيلة دي؟ نوبيلة دي يعني عبارة عن جازيا سبول كده كورة من الجازس ممكن بقى تاخد شكل سفير أو تاخد شكل أي شكل يعني حوريكو كذا صورة لكذا نوبيلة كلها عبارة عن دست كأنها شوية تراب كده ومرمي في السبيس ده ده أكتر شكل ممكن يعبر عنه تراب كده ومتبعتر في السبيس دي نوبيلة النابيلة دي اللي على رأي الراجل اللي اسمه لابلاز هي اللي احنا كسولر سيستم اتخلقنا منها فهو شايف في السبيس حاجات شبه الكلاود أو شبه النوبيلة دي وشاف كمان في السبيس فيه بلانتز زي الساترد حواليه تلاودي رينجز احنا كنا زمان لما بناخد السولر سيستم ونقول اسامي البلانت كنا بنيجي على ساترد ده ونقول انه هو عنده كان حواليه حلقات كده اهي الحلقات دي دي شكل من الكلاودي رينج دي عبارة عن جازس بس فروزن بقى معموله من كتره ما الدنيا سقع طبعا بعيد هناك لان ما فيش صن الصن مش وصلة للدرجة دي فحصل الجازس دي فعملة كأنها صلد يعني كأنها رينج كأنها حلقة حقيقي لكن هي في الاصل شوية جازس فهو شايف الحكتين دول شايف نوبيلا موجودة في الاسبيز وشايف حوالين شوية بلانت فيه كلاودي رينج أسيوم ايه بقى او افترض ايه ايه الاسمشن اللي بنا عليها الثيوري بتاعته قال قال ان الاريجن بتاع السولر سيستم بتاعنا ده كله كان أصله نوبيا يعني احنا كنا عبارة عن شوية جازس كده وبعدين بقينا السولر سيستم دي دي اول ثيوري بتاعة الساينتست الاولاني اللي اسمه لابلس تعالوا نشوف بقى الثيوري دي بالتفصيل حكلنا فيها ايه نقول الاول النوبيلا يعني ايه يعني جلوينج جازس سفير زي اللي قدامنا دي وعلى كلام لابلس هي دي اللي السولر سيستم أوريجينيتد منه طيب تعالوا نشوف الحدوتة مرسومة الاول وبعدين نشوف الحدوتة بالكلام عاملت زي لا بلس زي ما قلنا كده قال ان احنا كنا عبارة عن نوبيلا عن شوية جازس كده جلوينج جازس يعني جازس بس فيها جلو فيها نار فيها حاجة هوت قوي طيب ومعدين السفير دي او النوبيلا وجازس دي قعدت تلف حوالين نفسها ده طبيعي زي اي حاجة اتكلمنا عنها من اول ما حكينا حدوتة اليونيفورس قلنا ان كل حاجة روتيت الراوند يتسصل فالنوبيلا دي نفس الكلام النوبيلا دي مع الوقت بدأت الهيت بتاعتها تخف شوية شوية فبقيت الهيت دي مش فيها كلها ده في الحتة اللي في السنتر بس طبيعي كدن زي اي حاجة حتى كوباية الشاي لما بنقلبها بتبدأ تبرد ما هي نفس الفكرة دي عمالة بتلف تلف تلف فبقى لقت الاطراف بتاعتها تبرد شوية وتفضل الحتة اللي جوة هي اللي طيب وبعدين نتيجة السنتر اللي جاية من الرتيشن بتاعتها دي ان الحاجة عمالة بتلف كده خدت شكل فلات ديسك يعني بقت بدل ما هي كانت كورة بقت مبططة شوي تعالى شبهها لك بحاجة ماما لما تيجي تعمل صنية بسبوسة او صنية كيكة وخلاص عجانتها بقى وحتحطها في الصنية مش بتقعد تفردها بأيديها حتة حتة هي بس بتلف الصنية اول ما تلف الصنية ماما تلاقي البسبوسة اتفردت في الاطراف من غير ما تحط ايديها اهو ده فعلا اللي بيحصل جرب انت كده اتفرج عليها ويتعمل البسبوسة او الكيكة حتلاقي المنظر اللي بقولك عليها اهو نتيجة الفورس بتاعتها وهي بتلف حوالين نفسها كده خلت الروتيشن ده خلت النابلة دي تلوز شكلها اللي كانت عليه ويبقى شكلها فلات ديسك كده مش بس كده ده خل الحاجات اللي حواليها دي اللي هي خلاص ما بقتش جلوينج زي ما كانت في الاول يعني خلاص الجلوينج فضلت في السنتر الحاجات اللي برع دي بدأت تعملي زي جازي سرينج زي حلقات كده من الجازس وتلف هي كمان حوالين السنتر بتاعها يعني حوالين الجلوينج ماس اللي في النص ومع الوقت اللي حصل ايه حصل ان الجازيا سرينج دي اتجمعت مع بعض وعملتلي الـ 8 بلانت والجزء اللي جلوينج فضل جلوينج زي ما هو وموجود في السنتر وده بقى الصن يبقى الحدوتة من اول كنا كلنا عبارة عن جازيا سبول جلوينج جازيا سبول بعد كده نتيجة الروتيت around its self بدأت تلوز شوية من التمبريتشر بتاعتها وبقى الجلوينج موجود في السنتر لكن بره ابرد شوي فضلت تكمل لف فنتيجة السنتر فيوجل فورس بقى شكلها فلات ومع الفلات ده الديني كمان الجلوينج سنتر موجودة في النص وحواليها في جازيا سرينج الجازيا سرينج دي كول وكوندونسد وعملتلي القيت بلانت وفضلت الجلوينج زي ما هي جلوينج في السنتر اللي هي السن تعالوا نشوف الكلام ده مكتوب ازاي اول حاجة السولر سيستم اوريجونيت فروم جلوينج جازيا سفير روتيت الراوند اي تسسالف اللي اسمها النوبل اللي هي اللي قدامنا دي بعد كده مع الوقت النوبلة دي لوز التمبريتشر بتاعتها والصايز بتاعها بقى كونسنتريت والريفولف بتاعتها زادت ادتني بقى السنتري فيوجال فورس اللي قلنا عليها دي اللي عملتلي شوية حاجة عملتلي ان النوبلة ما بقتش سفيريكل شيب بقت شبه الفلات روتيتينج ديسك وعملتلي كمان سيبريشن لبارت من النوبلة دي عملتلي الجازيس رينج اللي قلنا عليها وبتعمل روتيت برضو حوالين الفلايمينج ماس اللي جوه الجلوينج ماس اللي جوه لسه جوه زي ما هي مع الوقت لقينا ان الجازيس رينج دي كولد داون وفروزن ودتني البلانت وفضلت الفلايمينج ماس جوه هي هي في السنتر وهي دي اللي عمل لي منها الصند دي الستيبس او الستيرز بتاعت الثيوري الاولانية اللي هي نوبلر ثيوري بتاعت الساينتست لابلس تعالوا نرجع ونشوف الثيوري التانية ايه هي الاسمشن بتاعت تاني ثيوري اللي هي كروسينج ستار ثيوري اللي هي الساينتست شامبرلين ونوطل الاسمشن بتاعتهم بتقول it assumed that the origin of solar system was a big star بس مش اي big star which is the sun يعني احنا كنا كلنا اصلا موجودين في الصن وبعد كده احنا طلعنا وسبنا الصن موجودة زي ما هي تعالوا برضو نشوف اللي ستيبس اللي حكاها قال ايه الكروسينج ستار ثيوري قال لك كان فيه huge ستار وسمي كروسينج ستار يعني ايه يعني ستار ما عدي كده جنب الصن طب وبعدين ايه اللي حصل اللي ستار ده attracted the sun to it قرب الصن ليها ما هو ستار كبير اوي واحنا قلنا كل حاجة بتعمل attracted اللي اكبر منه فالستار الكبيرة دي شدت الصن نحيتها نتيجة كده حصل great expansion من كتر ما هي قوية بدأت تشد parts من الصن نحيت اهو الpart اللي تشد ده الexpanded part ده from the sun عمل explosion exploded حصل ايه نتيجة الexplosion ده نتيجة اي explosion طبعا خلى الصن ترجع الورا شوية فقدرت تهرب من الجرافتي بتاعت الستار دي بس still الexpanded part ده فضل موجود فاطلع لي gaseous line كده لي لنث طويل او يطالع من الصن حصل ايه بعد كده اهو يسيدي gaseous line ده هو اللي start to condense frozen نتيجة الattraction force وكون لي البلانت لا تعالي يا ميس انا مش فيه تعالي نحكيها بالصور اي دي الصن وهي صغنونا خالص كده وقايدي الهيوج star اللي كان مقرب من الصن حصل ايه حصل ان الهيوج star ده قدر يعمل attract للصن خلى الصن كأنها رايحة ناحيته كده فطبيعي جدا الصن دي في حواليها شوية جاز طلع حصل لي expanded board يعني حتة من الصن كده طلعت من الصن هي اول حاجة تشدت من الصن كده طب وبعدين اهو الexpand board ده عمل explosion boom ام ايه اللي حصل ال explosion ده عملي حكتين خلى الصن بتاعتنا كده ترجع خطوتين اللي برا فقدرت تبعد عن gravity بتاعة ال star ده والexpand part ده كون لي gaseous line فيه مين ده اللي حيبرد بعد كده ويديني ال 8 planet نتيجة طبعا الattraction force ما بينهم وبين بعضهم يديني ال 8 planet اللي هم حوالين solar system دي الثيوري التانية اللي اسمها crossing star theory تعالوا نرجع ونشوف آخر theory معانا اللي هي modern theory دي بتاعة scientist اللي اسمه Alfred هي depend على ايه او assume ايه it assumed that the origin of solar system was a star اميس ها نفس الكلام لأ بص هنا دي كانت الصن ده ستار تاني غير الصن يعني احنا كنا موجودين جوه بس مش الصن ده ستار تاني غير الصن بس قبل من خش بتاعتها لازم في حدوتا نفهمها كويس جدا Alfred هال ده بنى theory بتاعته كلها على فنومنا اسمها star explosion فنومنا اللي هو اللي منكو بيتابع الفلك والفضاء والحاجات دي يسموها supernova supernova دي او star explosion فنومنا دي عبارة عن glowing star star كده بيبقى باين في السماء ساعات منور زيادة قوي عن اخواته وبعد كام يوم تلاقيه رجع عادي تاني مش اختفى هو رجع للطبيع بتاعه هي دي star explosion phenomenon glowing of star for a short time to become one of the most shining star in the sky وبعد كده glowing ده disappear ويرجع تاني زي مكان مش متخيل يميس تعال وريهو لك عن قرب شكله سبحان الله فظيع جدا هي دي اللي بنى عليها الراجل الفريد هال الثيوري بتاعته نبص كده ادي ال star كان عايز جدا glowing الطبيعي مرة واحدة glowing زاد جدا ويرجع تاني لاصله الحدوط اللي شفناها دي هي دي اللي بنسميها star explosion theory اهو على اساس الحدوط دي هي دي اللي بنى عليها الفريد هال المودرن theory اللي حكى فيها ازاي حصل solar حصل بقى الحدوط دي ازاي حصل sudden nuclear reaction حصل في ال star ادى للا explosion الفضيع ده ال star pump a huge amount of gaseous smatter خلى size بتاعه يزيد والترايني بتاعته تزيد قوي زي ما شفناه في الفيديو وبعد كده البوم بتجاز دي cooled والترايني بتاعه يرجع للنور دي الحدوطة اللي شافها الفريد هال وبنى على اساسها الثيوري بتاعته الفيديو الجاي بإذن الله نكمل الاستير ونكمل كمان حدوطة solar telescope وhopel telescope وازاي بنستفيد منهم لغاية دلوقت ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق